أخي العزيز معالي السيد من رجال منتكي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشريعة أتبدأ عليكم معالي الأخي العزيز بخالص الشكر والتأثير على دورك في إنجاح أعمال هذه اللجنة اللجنة المشتركة بين بلدين صفح الشريعة والتي تأتي انطلاق الملكة وجهات وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد من عيسى الخريفة ملك منبكة البحرين حفظه الله ورعاه وفخامة واقيه فخامة الرئيس محمود أحمد نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشريعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين الملدين والقائمة على مبادئ الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادئ لقد فتحت الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلال الملك المفدد إلى طهران في 2002 وزيارة خفامة الرئيس محمود أحمد نجاد إلى المنامة في 2007 أفاطا رحفة للعمل البناء والتعاون المشترك بين البلدين على كافة الأسئل لما فيه الأصلحة العليا للشعبين وبداية لمرحلة جديدة في علاقاتنا كأقوم على رؤية جديدة هدفها الأساسي تحقيق ما يمكنها تنفيذه على الضروار وأود نؤكد على أن علاقات التعاون الكنائي بين البلدين في تطور مستمر فقد وقعنا مؤخراً اتفاقية أمنية وسنقوم اليوم بتبادل وثائق التسليق عليها كما وقعنا محظر تحديد نقاط الحدودية البحرية في مايو الماضي وكذلك وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية في مجال النفط والغاز واستثمارات البحرية لبعض حقول الغاز في إيران هناك أيضاً زيارات قامت بها كبار المسؤولين في البلدين بدعم المثوجية قيادتية البلدين نحو المزيد من الترابط الاقتصادي والتجاري وأيضاً البرلماني ومنها زيارة الأخيرة التي قام بها معالي النائب الأول لفطامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الاقتصادية والعلمية والثقافية في أبريل الماضي وزيارة معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين في يناير من هذا العام وهي دليل على ربط البلدين في المضي قدماً نحو علاقات ثنائية ذات طابع عملي مفيد جسده موجود اليوم في طهران وأعضاء الوفد المحرين إلى محظم يحكس التطور المحوظ في علاقاتنا الثنائية في شدة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمار بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين وتأكيداً للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تنشيط التجارة البيئية بين البلدين تم تشكيل منجلس الأعمال المشترك بين البلدين الذي يهتم بالتنسيط بين المثلين القطاع الخاص والمستثمرين في كل البلدين للاستفادة مما هو متاح من فرص الاستثمارية ومشاريع مشتركة لما فيه المنفع والمصلحة المشتركة اهتمام القيادتين في بلدين الشقيقين يضعنا أمام تحدي نحن بإذن الله قادرون عليه ومنتفائلون بمستقبله إن شاء الله وأنه لا يسعدني ويشرفني بإسمي وأعباء الوفد أن نعبر لكم عن عميق شكرنا وتقديرنا جميعاً على ما شملتمونا به من عناية ورعاية ولما نمسناه من مشاعر أخوية فياضة منذ وصولنا إلى طهران ويصرني بهذه المناسبة أيضاً أن نشير إلى ما بدلتموه أخي العزيز من طاقة لجعل اجتماعات لجنب عليا المشتركة بين بلدينا ليست ناجحة وموفقة فحزن بل لقاء أخوين بكل ما تحمله كلمة الأخوة من معامل وأحاسيس مجددين الشكر على كرمكم وحسن غيافتكم وشكراً لكم العزيز والسلام عليكم